انا عارف اللي انت هتقوله هتقولي يا عمي دي ملاوي هقولك والله العظيم عندك حق كل اللي عرفه عن ملاوي ان هي مركز في المينيا تقريبا جنب مغاغة وهبالك ولوليهم نادي رسمي هيبقى الداعمة الاول لهذا النادي هو جعفر العمر انا عمال ابص في المدرجات لا شفته ولا اي حاجة وطول عمري ما بحبش الجغرافية بسبب ميس ناهد اللي كانت بتخلينا نركز في بعض التدريس ونتجاهل المجدها كليا ولكن خلينا اقولك ان دي كمان اسيوبيا اسيوبيا اللي جدتك على عينك اتنين صف ايام ما كان عندك مدرب بتعخضاه جاي نسينا اساسيات كرة القدم بلعت اتنين من اسيوبيا واخترت اربعة من كوريا في مباراة ودية وهبالك وتزيلت المجموعة بتاعت امم افريقيا برصيد تلت نقاط مع طريق الاهداف والنهاردة انت بتكسب ملاوي اللي هي كسبة اسيوبيا اتنين واحد علشان تبقى الاول في انتظار المباراة بتاعت غينيا وهبالك واسيوبيا اللي بتتلاقيه دلوقتي اللي نتمنى اللي هما الاثنين يخرجوا تعادل ولكن منطقيا ولوجيكيا وعقليا وكل حاجة ان المنتخب المصري سيتصدر هذه المجموعة في نهاية الجولة السادسة ده كلام جميل قوي ولكن خلينا نتكلم النهاردة على الفكر على الاختلاف على المتين الف دولار اللي احنا مسامحين فيهم يا عم فيتوريا فيتوريا تقريبا على حد معلماتي بياخد متين الف دولار في الشهر ده هو المعلن عنه انا معرفش هو بيوصل له كام طبعا احنا مش عايزين نضيع وقت في الامور زي كده ولكن احنا عارتين ان فيه بيزنس وفيه عمولة وفيه مش عارف ايه وبتاعه ولكن فيتوريا النهاردة بيثبت لك ان هو راجل صاحب فكر نزل بنفس التشكيلة تقريبا اللي لعب بها امام المنتخب البلجيكي لما كسبنا المنتخب البلجيكي برضو الناس مش عاجبها ما انا مش فاهم انا مش عارف اتفاهم معاك طب انت ايه اللي عاجب كسبنا بلجيكا اتنون صفر في مباراة وديا قلتوا لا بلجيكا بتلعب بنص طاقتها ودي مباراة وديا وما تتحسبش وبتاع قبلها عمل وديتين واحدة مع لايبيريا واحدة ما مش عارف مش فاكر الفريق المين المهم ان الراجل كسبهم وحضر على قد الامكانيات بتاعك نزل النهاردة كسب ملاوي في اول عشرين دقيقة يعني سيبك من الجون الذاتي اللي دخل تقريبا في دقيقة خمسة وثلاثين ولكن اللاعب كله كان عشرين دقيقة بعد كده تبص تلاقي فيتوريا ادى تعليمات ان اللاعبها تريح شوية او مثلا دي كعادتنا كمصريين ما عندناش حافظ ان نجيب التالت والرابع والخامس وبتاع بنكتفي بالهدف الاول او التاني ونفضل ضغطين نفسنا ولكن ملاوي النهاردة كانت بتلعب مكسورة الجناح ومكسورة البكات ومكسورة العمق ومكسورة كل حاجة ملاوي النهاردة مش عاركين يتمركزه والله ما كانوا عارفين يتمركزه ولكن عجبني قوي الفكر اللي كان بيلعب بيه فيتوريا فيتوريا كان بيحاول يرحل الله بنحية اليمين نحية محمد صلاح محمد صلاح يتقل على الكورة لمدة خمس او عشر ثواني عشان تلاقي اللعبة بتاعت ملاوي انضمت كلها للعمق مرموش بياخد الباك وهبالك اليمين بتاعهم ياخدوا معاه في الهم تلاقي اللاعب اللي اسمه محمد حمدي ناحية الشمال صلاح يلعبها له كطرية علشان في الآخر يعرضها اتعملت تقريبا ثلاث أو أربع مرات اتختمت في النهاية ان محمد صلاح بيجيب الهدف الأولاني علشان يبقى الهدف التاريخي في تصفيات أمم أفريقيا بالنسبة لي المنتخب المصري برصيد 17 هدف بتخطى حسام حسن بفارق 5 أهداف ولكن النهاردة أنا عجبني أداء اللاعبة كلها وعجبني فكر المدرب اللي كان عمالي نوعه لك الآن يلعب ناحية اليمين وغبالك تلاقي محمد هاني وانطلاقات محمد هاني وتلاقي محمد صلاح في الممر الداخلي الأيمن وغبالك وبيلعب شوية في العمق وتلاقي محمد هاني بيحاول يرفع عرضية وتحس ان أداء محمد هاني النهاردة غير أداء محمد هاني في النادي الأهل الحاجة السلبية اللي أنا مش فاهمها اتحاد المصري قال ان فيه 20 ألف مشجع هيحضره في استاد الدفاع الجوي أنا ما عرفش بصراحة أنا مش شايفهم عشرين يعني أنا شايفهم ممكن يكونوا عشر تلاف أو تمان تلاف أتمنى ده ما يحصدش في مبارتنا أمام الهلال السوداني الأهلي والهلال السوداني اللي هتتلاقي في استاد القاهرة وإن شاء الله الموقع يفتح ونحجز تذكرة ونروح نحضر بإذن الله لو لينا نصيب وكل حاجة ولكن النهاردة شكل المنتخب المصري يتلخص في أول عشرين دقيقة اكتفى بالهدف الأولاني اللي احرازه ومحمد صلاح قبله واغبالك لقينا عرضية ورأسية من محمد عبد المنام الكرة بتغبط في العرضة بعد كده في الشوت التاني لقينا برضو رأسية من مصطفى محمد في العرضة ولقينا كده هجمات كان فيها رعونة نوعا ما ولكن أنا عجبني الناحية بتاعة محمد صلاح إذا كان زيزو ومحمد هاني واغبالك ومحمد صلاح والناحية التانية تلاقي الراجل اسمه محمود حمادة ومحمد حمدي وعمر مرموش وعمر مرموش تحس ان هو قالب على أحمد عبدالقادر ساعات كده الواحد بيقول ان على عمر مرموش لعب تقيل ولعب ليه مستقبل وساعات بقول هو محترف ازاي في ألمانيا يعني بقعد اسأل نفسي نفس الأسئلة البناء دم ساعات بيبقى متناقض أمام عمر مرموش وأمام أحمد عبدالقادر ببقى مش فاهم يعني ساعات يلعبه حلو وساعات يلعبه وحش عمر مرموش النهاردة كان بيضيع برضه مجهود الفريق ولكن الحسنة الوحيدة اللي كان بيعملها كان بياخد الباك اليمين ناحية العمر وكان بيفضي مساحة لمحمد حمد عجبني الكتالية بتاعة الراجل اللي اسمه طارق حامد طارق حامد النهاردة كان أسد وكان عاجبني جدا أما محمود حمادة تحس ان محمود حمادة المفروض يعني في مباراة أتقل من كده ان احنا ممكن نبدأ بإمام عشور لان محمود حمادة بيلعب بنفس الدور اللي كان بيلعب به طارق حامد من وجهة نظر يا عزيز أنا شايف نفس الدور أنا محتاج لعيد في خط النص يحرك الكرة لقدام شوية مع عزيزه يا هو اللاعب اللي اسمه إمام عشور ولكن إمام عشور كان عنده جواز متجوز من يوم الثلاث نزل تقريبا تآخر 15 ديئة كهربا نزل والحمد لله وأنا عجبني قوي وفرحت قوي إن كهربا من 2019 دي أول مباراة يشارك فيها مع المنتخب المصري المباراة رسمية شكل المنتخب حلو شكل المنتخب جميل شجع منتخب بلدك بلاش بقى الهجوم على كل حال بلاش تقول لي أصلك هي ملاوي أصلك هي مش عارف إيه هو ده فريق ده اللي انتوا تلعبوه هي دي الكرة بتاعتي يعني انت عايز مصري مثلا تلاعف تصفيات أمم أفريقيا لبرازيل هي دي الكرة بتاعتي النهاردة السنغال كذبت موزنبيك تقريبا خمسة واحد ومع كل هدف كانوا بيحتفلوا فرحانين وساد يوماني جاب هدف وعبلك والجمهور ودياله دوت والجمهور عمال يشجع اللي حصل في 2012 و2014 و2015 وعدنا ثلاث مرات متتالية من نسخة أمم أفريقيا ما نسعتش ماهو خسرتك أمام منتخب أسيوبيا خلت الواحد دماغه تلعب ولكن دلوقتي انت وصلت للنقطة السادسة ان شاء الله يوم 28 الشهر ده هل لاعب ملاوي ان شاء الله لو كسبناها وصلنا للنقطة التاسعة نروح نتعادل مع غينيا مافيش مشكلة ونفشخ أسيوبيا من الآخر بقى سيبك بقى ان هي مباراة كرة القدم سيبك من أي حاجة النتيجة بتاعت أسيوبيا أنا مش عارف أنساها والحمد لله ان نتيجة ساعتها خلصت 2-0 أسيوبيا ساعتها اتلغلها جون صحيح أسيوبيا كان ليها ركل الجزاء أسيوبيا ضيعت 3 أهداف غير الهدفين اللي جابوهم ولكن النهاردة جملة وتفصيلا شكل المنتخب حلو ومطمن وفي حاجة كده وفي حالة بيعملها فيتوريا فيتوريا مش بس بيدرب المنتخب الأول فيتوريا أنا متابع أخباره تليه رايح يزور المدرب بتاع المنتخب الأولمبي بيروح يزور منتخب الشباب بيحاول يتفرج على موتشاط ليه الدوري المصري بيحاول يبقى ليه عين ورؤية مع اللعيبة أول مرة نشوف محمود حمادة وقبلك ومحمد حمدي كان مع فيتوريا واستغرب وقال لك أن إزاي لعب زي محمود حمادة عنده 28 سنة وأول مرة يشارك فيه المنتخب المصري خلينا نقول أن المنتخب النهاردة حلو المنتخب جميل اللي مش جميل الأجواء اللي أنا معرفش أنتوا سمعينها ولا أنا كل شوية أسمع صوت برق وصوت رعد ومطر وحر جديد وأنا عمال أعرق وحاجة كده غريبة يعني إن شاء الله تعدي على خير يعني ولكن الواحد كان فاكر أنه هو يروح يتفرج على موتش بتاع المنتخب المصري ويفطر بعدها ثلاث يام على الأداء وعلى الشتايم اللي يقولها النهاردة المنتخب المصري أنا راضي عنه بنسبة 100% وفي الأخير أقولك ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده وشجع منتخب بلاده